من مجتمع تحكمه مؤسسة الدولة والقانون إلى مجتمع بدائي يرتكز على الجبايات والإتاوات التي تفرض عليه هكذا هو الحال في مناطق السطوة الحوثية منذ اشتعال الحرب في البلاد قبل تسع سنوات فلا تنتهي مبررات الميليشيا لفرض الإتاوات على المواطنين تحت مسميات عديدة إلا وتظهر مسميات أخرى بها يدخل الحوثيون أيديهم في جيوب المواطنين عنوة تبرز تحركات الميليشيا الحوثية وفق مراقبين في سعيها لبناء اقتصاد خاص بها وإغراق السوق المحلية في مناطق سطوتها بالاشتراطات والجبايات للتضييق على التجان آخرها رسوم باهظة فرضت على المحال التجارية بمسميات مختلفة ومساهمات في إحياء المناسبات التي تحتفي بها الجماعة بصورة مبالغ فيها ففي الوقت الذي تواجه السوق المحلية في مناطق السطوة الحوثية ركودا في عملية البيع والشراء تتواصل ذرائع الميليشيا الحوثية لفرض الرسوم وإغراق السوق بمسببات الانهيار في وقت يعيش فيه المواطنون دون رواتبا وأوضاع معيشية صعبا عكست على قدرتهم الشرائية التي أصبحت منعدمة في الأساس حيث أكدت مصادر محلية أن السوق في صنعاء وباقي مناطق السطوة الحوثية باتت في حالة انهيار مستمرة وبشكل دوري يجد التجار وأصحاب المحل التجارية أنفسهم أمام جبايات جديدة تفرضها عليهم الميليشيا لافتين أنه وطوال أيام السنة يتنقل التجار وأصحاب المحل التجارية ما بين جبايات المجهود الحربي إلى الضرائب المفروضة والإتاوات بيوم الغدير والمولد النبوي وغيرها من المناسبات التي تحاول الميليشيا فرضها في مناطق سطوتها التي يعيش فيها المواطنون بين مطرقة الجبايات وسندان الأوضاع الاقتصادية المزرية إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية بل وعجز بعض الأسر عن شراء أبسط الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة منذ الدلاع الحرب التي أشعلتها الميليشيا ممارسات ابتزازية تآبت عليها الميليشيا الحوثية باتت مكشوفة لكل اليمنيين بحسب مراقبين الأمر الذي قد يكون السبب الأبرز في تفجير انتفاضة شعبية في مناطق الميليشيا كان فيها المعلمون الشرارة التي أشعلت جذوة ثورة جديدة مطالبة بالحقوق ورفض ممارسات الميليشيا النهبوية